السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبيبنا ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام رجالتنا رجالة أولا سنة وتانية سنة ويأهلا بيكو يا دكاترة في محاضرة التعبير ان شاء الله بإذن الله سائدنا يبقى بكرة سواء امتحانك بكرة وبعده اي ان كان عند حضرتك حاجة اسمها تعبير وظيفي تعبير وظيفي هو شكل ثابت للتعبير حضرتك بتجاوب وبتاخد الدرجة والدرجتين اي ان كانت تقسيمة التعبير درجته كامل طب ايه التعبير الوظيفي اللي مقرر علي في تانية سنة ولا سنوين نبدأ الاول بيه تانية سنوي الرجالة الكبار رجالة تانية سنوي التعبير المقرر عن حضرتك او عند حضرتك التعبير الوظيفي هو اما البسط واما التلخيص يعني بسط ويعني تلخيص ده اللي هنعرفه نبدأ الاول بتعبير تانية سنوي وناخد فاصل وبعده نخش على تعبير أولى تنوي يلا بينا يلا بينا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا بك علمه اللهم بارك لنا في وقتنا اللهم أمين يا رب علمنا يا رب علمنا بداية كده سيدنا البسط يعني الشرح يعني التوضيح لما اجا اقول لك ابسط او اجا اقول لك انثر خلي بالك ممكن اجيبها لك بشكل ابسط او اقول لك انثر خلاص يعني انصر انصر يعني اشرح سواء قلتلك ابسط او انصر الاثنين واحد يعني اشرح وده معنى ان انا هجيبلك بيت شعري او اجيبلك حكمة جميلة وقولك يلا اشرحلي ابسطلي انصرلي الحكمة دي او البيت الشعري ده فيما لا يزيد عن ثلاثة اسطور فيما لا يزيد عن ثلاث سطور اربع سطور اشرحها فانت بتشرحها فيما لا يزيد من ثلاثة لأربع سطور بس كده ادم الراجل محددش الراجل حددلك قالك ثلاث سطور واربع سطور ويبقى هتلتزم باللي هو بيقوله بس عشان تجاوب على السؤال ده وده سؤال يكاد يكون مضمون في جيبك باذنك يا رب عشان تجاوب على السؤال ده لازم حضرتك تقرأ الاول الحكمة اللي قدامك طبعا اختياري ده عشان هو في ثلاثة سنة وان شاء الله وإذن الله الحان بيجيب لك النمط ده بس بيجيب لك اختياري لكن عند حضرتك في تانية سنوي المقرر عليك اللي هو مقال طيب حضرتك هتقرأ البيت الشعري او الحكمة اللي هو مدهالك قوي كذا مرة هتقرأها بدقة تقرأها قوي وتفهم معناها كويس وسهل جدا تفهم معناها ولو جاب لك بيت شعري هجيب لك بيت شعري سهل ولو جاب لك حكمة هجيب لك حكمة مفهومة وبعد ما تقرأها وتفهمها تعيد شرحها تاني من اول وجديد بس وانت بتشرح محتاج تسهب مطلخص انا هديك جملة بس انت اشرحها لفتلات سطور طب انا عارف اعمل ده ده سهل يا عمنا وده مضمون بس تاخد بالك وانت بتشرح ابعد يا سيبنا بعيد عن الاخطاء اللغوية ابوز دماغك على قدر المستطاع ابعد بيد عن الاخطاء اللغوية لانها تحاسب على ده يعني حضرتك بتقول انه انه ليه همزة يا قلبي ليه همزة ما تقوليش انه بالشكل ده واتكتبها لي من غير همزة ازعل منه ما تجيش تقولي حيث ان الانسان وتقوم كاتب لي الانسان كده ازعل منك والراجل هيزعلك انت قلت الانسان الهمزة كده غلط لازم تحط الهمزة هنا يا سيدنا الحاجات ده تحاسب عليها اه يا قلبي تتحاسب عليها كتبت جامعة مذكر سالم تاخد بالك من اعرابه ما ينفعش تقولي قال 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 المثقفين كده ازعل منك والراجل هيزعلك المثقفين دي فعل يا سيدنا ينفعش تقولي المثقفين لازم تقولي المثقفون تب انا يا استاذنا كتبت جامعة مذكر سالم مش عارف اعرابه ابعي بيد عن جامعة المذكر السالم لو انت مش عارف اعرابه لو انت مش عارف امتى تكتبه واو ونون او ياو ونون خلاص تمام كده قدر المستطاع قول الشعب المثقف حاول تستبدل الكلمات دي المهم من اللي انت تبعيد لبعيد عن الأخطاء اللغوية والإملائية قدر المستطاع ماشا سيد حلو 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 طيب يلا بنا بقى اديني مثال كده واقعي عشان عارف بس أفهم شكل السؤال يقول لي قال ده سؤاله أحد المفكرين الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك لا أن تضيف سنوات إلى حياتك خد الحكمة هي حاضر فين السؤال ابسط هذه العبارة ممكن أشيل ابسط أو ليه انصر هذه العبارة يعني اشرح هذه العبارة فيما لا يقل عن إيه ثلاثة أسطر آه عن ثلاث سطور مراعيا السلامة اللغوية بقول لي خلي بالك ما تقعش في الأخطاء اللغوية الأخطاء الإملائية حاضر من عنها الأتنين قبل منزل أنا جاوب أعمل أنا إيه بقى ركز معي بقى سيدنا الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك لا أن تضيف سنوات إلى حياتك الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك يعني إيه الكلام ده أفهم بس معناها أن الراجل عايز يقول لك أن من الآخر كده الحكمة في الحياة دي أن أنت تضيف حياة إلى سنواتك يعني سنواتك اللي أنت بتعيشها دي كلها فايدة يكون فيها حياة بميكونش أيام وسنين وشور عما لا تعد عليك وتحسب عليك زمن وخلاص وانت نكتشف ان انت بعد عشر سنين هو انت انت بعد زيها قبلها ست سنين زيها قبلها باربع سنين انت نسخة مكررة لا انت اضيف سنوات الى حياتك ما تجيش تقول انا عندي تلاتين سنة عشرين سنة اربعين سنة خمسين سنة لا انت انجزت ايه الحكمة مش اللي انت اضيف سنوات الى حياتك الحكمة ان سنينك اللي انت عايشها تضيف لها حياة تضيف لها انجاز تضيف لها اصدار تضيف لها تطوير ده اللي هو عايز يقوله ابتدي اشتغل واشرح في الاتجاه ده طيب طبعا هنا عشان اخد مننا اكتر من ثلاث سطور عشان ده الرسم الكمبيوتر غزبا عننا الضغط لكن هو مفروض لو كنا وسعنا كده شوية كان ااخد مننا ثلاث سطور تمام فابتدي ابدأ بقى لا شك ان المفكرة بعقله حق التفكير يدركوا ان الوقت هو اسمن ما يملكه الانسان ابدأ بمقدمة تمام مقدمة يعني ايه مقدمة اخدت من الكلام ده وابتدر ارميلك مقدمة ادخل بيها اللي انا عايز اقوله تعالا نقول ان المهم ان الوقت هو اهم جزئية في حياتك وده اكتر حاجة سرية انت ممكن تملكها في حياتك اسمن حاجة يعني معذرة انت ممكن تملكها اللي هو الوقت لذا فعليه ودايما بص ادامها تستخدم تعليل لذا لكي لان حط قبلها فصلة منقوط حاجة دي مهمة علامة الترقيب حاجة كده على السريح انتات على السريعة لذا فعليه ان يستثمره افضل استثمار ولا يترك برهة من الزمن تفوت دون ان ينجز فيها شيئا يسمو به الى مرتبة ومكان افضل من التي كان عليها فعمر الانسان يقاس بمدى ما يقدمه من علم وخير يخدم به البشرية اه ضراف هنا مش انت عايز ثلاث سطور اه اه ضراف لحد انهم حطت نقطة وبرك الله في مرزك يبقى انا كده عملت ايه جاوبت على اللي انت عايز تقول انا كده شرحت تقول لي بس انا خايف معرفش اشرح لا يا قلبي ده هما ثلاث سطور ثلاث سطور عادي جدا 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 وده سؤال قلتلك تجاوبوا كده بإذن الله درقتوا مضمونة طب تعالي ناخد مثال تاني معلش يجي يقول لي قال الشاعر بقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني عايز ايه عم قالك انا هنا عايز حضرتك هنا انا عايز حضرتك تشرح ابسط هذا البيت الشعري فيما لا يزيد عن ثلاثة اسطور ده السؤال حاضر من عناه الاثنين يلا بينا يلا بينا ادي سطر ادي اتنين ادي ثلاثة حاضر افهم بس الاول قبل ما جاوب الراجل بيقول لي دقاته قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني دقات قلب الانسان بتقوله خلي بالك ده الحياة ده عبارة عن دقائق وثواني فنبدأ كده بمقدمة عبارة عن حكمة هو عايز يقولك ان اسمن حاجة انت ممكن تملكها في حياتك هي الوقت صح؟ نقدر نقول كده الوقت ان المتأمل ان المتأمل في هذه الحياة الدنيا يجد ان الوقت هو اسمن ما يملكه الانسان تمام؟ تمام على فكرة الشرطة اللي انا عملها دي دي انا عملها عشان ابيين لك ان دي بتادي السطور بس مش اكتر سيفش تعمل الشرط دي في الامتحان او الشرط دي في الامتحان تمام وبعدين يا سيدنا ان المتأمل في هذه الحياة الدنيا يجد ان الوقت هو اسمنه ما يملكه الانسان ماشي وبعدين دقات قلب المرء قائلة الله ان الحياة دقائق وثواني فعليه اللي على الانسان يعني ان يستغل وقته جيدا فيما ينفعه في الدنيا والاخرة فصلة منقطة عشان هقول لان لان الساعة التي تمر لن تعوض نقطة وبرك الله في مرزك بس كده خلاص انا كده عملت ايه عمنا انا كده بسطت البيت الشعري شرحت البيت الشعري تلطت منا سرعه فقديف ثلاث سطور ادي عمد ثلاث سطور وبرك الله في مرزك قدر المستطاع بحاول ابعد عن اي حاجة فيها مشاكل املائية وخلي بالك دي تا مربوطة ما ينفعش تكتب التاة المربوطة من غير النقطتين يعني ما ينفعش تكتب الاخرة كده الاخرة غلط يا سيدنا غلط يا سيدنا غلط يا سيدنا ما ينفعش الاخرة تا مربوطة تمام تمام حالو يبقى انا كده يا سيدنا خلصت لايه خلصت التلخيص ندخل بعد كده على العكس بقى اللي هو ايه العكس بقى خلصت البسط معذرة ندخل على العكس اللي هو التلخيص التلخيص العكس تماما اجيب لك فكرة مكونة من ست سبع سطور واقول له حضرتك لخص للفقرة دي في سطرين انت هنا بتعكس طب عشان اجاوه على السؤال ده اعمل ايه حضرتك هتقرأ الفقرة كويس وتطلع منها الخلاصة تقول لي ايه تتكلم عن ايه تلخص لللي كانت بتتكلم عليه في سطرين وما جيش تقول لي ما عرفش لان اجمع تحد بيعرف يعمل تلخيص هو والد لما حضرتك بتكون قاعد كده في حوار مع اصحابك وسامع الحوار من بدايته وشايف بقى ده بيشتم في ده وده بيزعق في ده واللي اتنين ضربوا حوار بيحصل في ساعتين ثلاثة وانت بتكلم صاحبك تحكيله بتقول له عمي ما فيش ده النهاردة حصل واحد اتنين ثلاثة والوقت شاتموا امراض ده عليه ولمينا الحوار انت لميت له الدنيا كلها في ايه في ثلاث اربع خمس جمل بس هو ده اللي انا عايف اللي انت تفهم الحوار بيتكلم عن ايه وتلميه لي في سطرين اللي ايه بنتكلم في اربع خمس جمل بردا تمام ممتاز يعني الموضوع بالسولة دي او الله بالسولة دي موضوع قلتلك درقتك او درقته باذن الله مضمونة في جيبك باذنك يا رب التلقيس هو اختصار كلام الفكرة المعطاة لك دون الاخلال بالمعنى العام يعني ايه دون الاخلال بالمعنى العام يعني ما ينفعش اقولك النهاردة تكون كان في حوار حصل ما بين صاحبك اللي اسمه احمد وصاحبك اللي اسمه توفيق واللي اتنين مسكوا بعض فرموا بعض شتيموا وضربوا وددلوا بالقافة وددلوا وكشفوا ووشه ودنيا كانت مقلوبة فصاحبة تيجي يسألك بعض الحوار يكلمك في التليفون يقولك انت انا سمعتك ان انت كنت تخارج معهم النهاردة احكيلي اللي حصل فتقوله عم مفيش النهاردة اسكت مش النهاردة احنا اكلنا شهور ما كده انت عملت ايه اه فعلا ممكن في سنة الكلام تكون انتوا فعلا اكلتوا كده بس ده لي علاقة بالهدف الرئيسي الحوار اللي حصل لا يبقى انت كده ما تخصليش الحوار اللي حصل لخصلي حاجة اني خالص فعشان كده انت محتاج تقرأ وتفهم هو الراجل انا بيتكلم عن ايه عشان لما تلخص تلخص الفكرة اللي بيتكلم عليه تمام برضو نفس الكلام بالله عليك جنب نفسك الاخطاء اللغوية الاملائي نحوي ماشي الراجل مديني فكرة مكونة من ادتين اربعة دي ستة ست ست ستور بقول لي اذا كسرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجبات ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة لان البلد الذي يعمل فيه كل انسان واجبه لا يضيع فيه حق من الحقوق ولا تدعو فيه الحاجة الى المطالبة بها او الشعور بنقصها فاذا رأينا بلدا يكسر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به ذلك البلد ان تذكره بواجباته وان تكرر له حكمة واحدة يقرأها في كل مكان ويسمعها في كل مناسبة عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى اليك بغير عناء ان قافتنا الكبرى اننا لا نحمل تبعاتنا واننا نحاسب غيرنا على واجباتهم ولا نحاسب انفسنا على واجباتنا ماشي الراجل انا بيتكلم عن ايه؟ الراجل بيتكلم من الاخر كده ان مشكلة بعض الناس انه هو دايما بيطلب حقه بس ما بيعملش اللي عليه دايما صاحبك بيتكلم معاك ويقولك يا عمو انت بتسألش عليه ليه؟ انت ليه مؤثر معايا؟ انا ليه دايما اننا اللي بتصل بيك؟ مع ان صاحبك دمان بيكلمك شو هو كمان؟ دمو انت انا مؤثر معاك ما انت مؤثر معايا ايوة فعلا انا مؤثر معاك بس انت كمان مؤثر معايا قبل ما تطلب حقك اعمل واجبك عشان كده بقينا بنعمل ايه دلوقتي؟ بقينا دايما فيه اتنين صحاب ما بيكلموش بعض يعني الحياة واخداهم دايما اللي يكلم التاني لازم يعبه ايه يا عم انت فينك؟ لا تمانت كنت فينك تمانت كمان غدصان او انا اللي غدصان لوحدي ما انت كمان غدصان تمام؟ خلاص؟ حلو ده ملخص الكلام فلما جالخصه الراجل قال لي ايه؟ قال لي لخصه في ثلاث سطور طالب اهو يعني هو اللي محدد لي ادام الراجل حدد ليه بقى يلا بينا بقى كسرت المطالبة بالحقوق يشغل المرأة ويؤدي الى قلة انجاز الواجبات المكلف فيها الفرض والفرض الذي يؤدي واجباته سيحصل على حقوقه دون عناء او شقاء في ذلك ولعل ما يسبب لنا مشكلة في حياتنا هو قصرة الحديث عن واجبات الغير تجاهنا وننسى مع ذلك انفسنا من تلك المحاسبة والتذكير بواجباتنا اولا بس وطبعا المفروض انت تكون مكمل بس ما تتجاوز التلاث سطور بكلمة مفروض ما تعداش احنا بس هو ده عشان خطر التنسيق بس انا ممكن اعبر بشكل غير ده مش لازم تكتب نفس الكلام ده انت ممكن اتكلم في حاجة تاني اقول مثلا يعني انه من الحنكة من الانصف والحكمة ان يقوم اعمل مقدمة غير دي ان يقوم الانسان بما عليه من واجبات اولا ثم اذا قام بواجباته على اكمل وجه استطاع من خلالها ان يحصل على حقوقه او ان يطالب غيره في حقوقه بعد ان يتم واجباته اولا بس او بعد ان يتم واجباته اولا خلصت وابتدي بقى اشرح في ده يبقى انا مش شرط اعمل مقدمة دي عشان ما تجيش تقولي يا نهارة بدا انا مكنتش عارف اقل في المقدمة دي مش شرط تعمل ده انا كلنا عملت ان انا اخدت من هنا وانا ما بنقلش كلام يعني انا مش عايزك تبقى فاهم ان التلخيص عبارة عن ايه انا انا هكتب السطر ده وهكانسل السطر ده هكتب السطر ده اوعى اوعى ولا بتعمل كده لا انت بتفهم هو بتكلم عن ايه وتعبر عنه بمعناه تبفرد المعنى بتاعي مش اجمل حاجة مش مهم مش مهم يبقى اجمل حاجة المهم ان اتعبر عنه صح خلاص هتقولي بس انت بتاجمل احسن صح انا بعبر احسن عشان عندي حصيلة لغوية اكتر منك والرجل هو بيصحح لك في الامتحان مش طالب منك ان انت تبقى دماغك دماغ مدرس انت مطالب منك ان انت تفهم ده وتلخصه المهم وانت بتلخص بتلخص الفكرة الرئيسة بس انا بحسلك على ده مش بحسلك ان انت لازم تكتب كلام منمك مش مش شرط المهم تبقى بتتكلم في الفكرة الرئيسة اللي ايه قبل ما تطلب حقوقك اعمل واجباتك يبقى دي الفكرة اللي انا هتكلم عليها يبقى قبل ما تتكلم لازم تحدد فين الفكرة الرئيسة اللي انا هتكلم عليها جدعان هنا ان انا اعمل واجباتي الاول قبل ما اطلب ايه حقوقي ان الانسان لازم يعمل اللي عليه قبل ما يطلب اللي ليه فانت هتبتدي تتكلم في ثلاث سطور عن ده حتى لو انت ما تكلمتش ما جبتش كلمات من هنا جبت كلمات كلها من دماغك مش مهم خلاص يا سيدنا اتفقنا اتفقنا وطبعا قراءتك لهنا هتساعدك ان انت تستعين ببعض الكلمات من هنا ده كده سيدنا اللي مطلوب من حضرتك في تانية سنة وفي التعبير الوظيف في اما الراجل يجي يقول لك وده اللي بيجي على فكرة معظم الوقت يعني 80% من التعبير الوظيف اللي بيجي هو ايه ابسط اشرح يعني واحيانا بيجيب ده اللي هو لخص سواء جاب لك ده او جاب لك ده فديني عرفت حضرتك ازاي بتكتب تعبير وظيفي خلاص ده كترة وإحنا كده خلصنا تعبير تانية سنة والشهر اكتوبر ناخد فاصل وندخل على تعبير اولى سنوي استنونا اهلا بيكو اده كترة مرة تانية ندخل بها سيدنا على التعبير الوظيفي لأولى سنوي التعبير الوظيفي في أولى سنوي عند حضرتك بيجيب لحضرتك تلت حاجات لئما يجيب لك البرقية لئما يجيب لك الاعلان لئما يجيب لك التغريدة التغريدة اللي قد تتويت اللي قد تنشر على منصات التواصل الاجتماعي بتحديد منصة اكسي تمام المهم تعال نمسك الاول البرقية البرقية اول ما يقول لحضرتك اكتب برقية بسم الله الرحمن الرحيم كل اللي حضرتك هتعمله هتعمل لي مستطيل جميل هو بيقول لك اكتب برقية مثلا تهنئ فيها زميلك على كذا اكتب برقية تبارك فيها على كذا اكتب برقية تشارك يعني هو بيطلب منك رأس السؤال بيقول لك اكتب برقية ليه اول ما يقول لحضرتك اكتب برقية حضرتك يفضل طبعا هو بيبقى مدي لك ده مجاهزه لك في الورقة بتاعت الامتحان هو مجاهزه لك لو هو مش مجاهزة المفروض هو مجاهزة لو هو مش مجاهزة حضرتك هتعمل لي مستطيل جميل زي ده خلاص تمام هو مجاهز لك المستطيل ده المفروض مش مجاهزة خلاص انت جاهزة عادي وانت هتمتحن في ورقة خارجي طيب فنعمل ايه بقى تيجي هنا دي ثوابت يا بيه اللي هعمله ده ثوابت تكتب لي اسم المرسل اليه اسم المرسل اليه دي ثابتة معايا اول ما قولك اكتب برقية تطلع فوق اليمين تكتب اسم المرسل اليه نقطتين نقط اوعى تكتب اسم حد ولا تكتب اسمك ولا تكتب اسم اي حد وبعد كده تكتب العنوان وتسيب قصادة فاضي بس العنوان نقطتين وتسيب قصادة نقط حلو جدا وتسيب لي في النص هنا سطرين وتنزل على اخر سطرين تكتب اسم المرسل والعنوان طبعا نقطتين جنبها نقط نقطتين جنبها نقط ما تكتبش اي حاجة جنبها وفي السطرين دول بقى هكتب ايه انت عايز نكتب برقية ليه اكتب برقية الى صديقي لك تواسيه لفقد عزيز عليه فقد عزيز يعني في حد مات حد مات له ممكن يكون صديق ليه ممكن يكون ابوه ممكن يكون اخوه ممكن يكون قريبه اه ان كان فتقوله بقى هنا ايه نشاطركم الاحزان يعني نشاطر نشاطر يعني نقاسم انا بشركك يعني بشركك نشاطركم الاحزان طب ما انا ممكن اقول نشارككم الاحزان ممكن وممكن اقول مثلا على سبيل المثال عظم الله واجركم ممكن رحم الله وفقيدكم ممكن طيب نشاطركم الاحزان وانا تمنى لكم الصبرة والسلوان بس وانا تمنى لكم الصبرة والسلوان خلص يبقى اللعبة كلان انت تبقى فاهم شكل البرقية بتكتب ازاي لكن الكلام اللي في النص ده اكتب اي حاجة المهم تكون بتعبر فرعا عن هو طالبه مش لازم تكتب كلام عميق مش لازم تكتب كلامه نمق المهم انه ما يبقاش فيه اخطاء ما يبقاش فيه اخطاء لغوية المهم حلو او ممكن اقول لحضرتك اكتب برقية تهنئ فيها زميلك على نجاح حلو المفروض الراجل مديني مستطيل جائز بس انا اللي هكتب جوه المستطيل طيب لو مش مديني مستطيل عادي انا مش صغير اعمل انا المستطيل ولا يهمنا ولا يهمنا ولا يهمنا فتقوم حضرتك عامل مستطيل جميل كده مستطيل اجمع ما يكون بالمربع ها يلا بينا يلا بينا وهم كاتب هنا اسم المرسل معذرة اسم المرسل اليه نقطتين نقط وهم كاتب تحت هنا العنوان نقطتين نقط وانزل تحت عالشمال هنا اكتب اسم المر سل نقطتين نقط العنوان نقطتين نقط خلاص ده سابت معايا في النص بقى هكتب ايه هنا في الحتة اللي انا سابها فاضية دي انت عايز مني ايه وباو انا عايز من حضرتك هنا تهني زميلك على نجاح عادي مبارك عليك النجاح ما اسمهاش مبروك مبروك جاء من الفعل بركة مبروك لما نيجا يقوله مبروك زي لما قولك بركت عليه الناقة مبروك عليه عن الناقة عادت عليه فاتسيته مبروك عليه اسمها مبارك ما تقوليش مبروك اسمها مبارك فاتقولي مبارك مبارك عليك النجاح يا صديقي بس جدا اتمنى لك دوام التوفيق عادي ممكن اكتب جملة تانية مش شرط مبارك عليك النجاح ممكن اقول اتمنى لك دوام التوفيق ممكن اقول مبارك عليك النجاح واتمنى لك دوام التوفيق المهم ان هو سطر واحد ما تكتبيش هنا سطرين تحت بعض هو سطر واحد سطر واحد عايز بقى تبدأ من اوله وتصغر دنيتك عشان خاطر تعرف تطول الجملة بتاعتك مش هتفرق معايا اللي كتب جملة صغيرة زي اللي كتب جملة كبيرة المهم تبقى حضرتك فاهم البرقية بتتكتب ازاي انا هنا ما بختبركش في مدى ثقافتك اللغوية انا بختبرك به في تعبير الابداعي انا هنا بختبرك انت فاهم يا ابن شكل البرقية ببقى شكله عامل ازاي تاب وريني ده اللي انا بختبرك فيه وريني من غير اخطاء حلو ماشي قمين يا ابا حفظت الشكل ده قدينة خلصنا البرقية او ان الراجل يقول لحضرتك لو سمحت اكتب لي اعلان احنا اناعمل ايه درقتي لا مش هناعمل حاجان ولا هنيعس الاعلان او لما اقول لحضرتك اكتب لي اعلان اكتب اعلان ازاي بص نوع عظم الاعلان اللي بيجي لحضرتك يقول لك اكتب اعلان عن رحلة مدرسية عن قيم رحلة مدرسية الى محافظة كذا الى منطقة كذا الى منطقة الاهرامات الى منطقة الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الى دهب ايا كانوا بيقول لك اكتب الرحلة دي الايه المهم اول ما يقول لك اكتب اعلان بس خلاص تعال بقا الاعلان بيتكتب ازاي سيدنا بيتكتب بالطريقة دي المفروض هو مجاهز لك ده مديك مستطيل او مربع فاضي هو مدهولك جاهز المفروض مديك حطة بيضة وخلاص يعني حطة بيضة زي ده كده وخلاص وقال لك يلا يبقى انت لها تسطرها بايدك اوعى تكتب من غير اعمل لي برواز زي ده كده برواز زي ده زي ده خلاص يا سيدنا يلا بي ماشي المهم اكتب اعلانا عن رحلة مدرسية الى المتحف المصر يبقى الراجل ما حدد لك اهو قد ترخيله قد ترخيله الرحلة المدرسية راحة فين يا عم المتحف المصر فقوم جاي انا عامل ايه جاي في النص كاتب اعلان او كاتب اعلان عن ايه عن رحلة مدرسية او كاتب اعلان عن رحلة مدرسية ده فين في نص السطر هنا طيب مش انت كاتب هنا اعلان اه يبقى لازم من بداية السطر تكتب تعلن تعلن مين اللي بتعلن يقول لك رحلة مدرسية اكيد المدرسة فتقول انت تعلن مدرسة بص اي اسم حاجة لازم تحطه نقط وانت بتقول اسم المدرسة وانت بتقول اسم المحافظة وانت بتقول التاريخ وانت بتقول الوقت وانت بتقول الساعة كل ده نقط 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 ماشي تعلن مدرسة كذا نقط عن تنظيم رحلة الى المتحف المصري انت ايش عرفك ان هو المتحف المصري ايه اللي فوق طيب حتة بقى من عندك هو احنا نروح المتحف المصري ليه للتعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بتلك الاجواء الرائعة مش انت لما بيجي لك اعلان في المدرسة عن رحلة بيقولك احنا هنروح درينبارك عشان تبسط وتستمتع تمام للتعرف على الحضارة المصرية القديمة والعريقة دايما الاعلان يا سيدنا انا بقول مين اللي بيعلن وام حاجة الرحلة هتروح امتى وفين والساعة كان تمام الرحلة بتاعة حضرتك دي هتروح فين بيقولك وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق نقط الموافق ايه الموافق نقط ليه الموافق نقط ما انا مش هقول دا موافق ايه وذلك يوم الجمعة وممكن ماقولش يوم ايه يفضل اللي انت تقولي يوم نقط وذلك يوم نقط الموافق نقط يعني الموافق ما يوم الجمعة ده ممكن يقول موافق يوم حداشر تسعة يوم حداشر عشرة حداشر حداشر ايه كان وعلى من يرغب في الاشتراك يبقى انا كده عملت ايه قلت المين اللي بيعلن وقلت الرحلة رايحة فين وقلت السبب هم رايحين ليه الرحلة دي عشان نتعرف على الاجواء الرائعة وعشان نتعرف على الحضارة المصرية القديمة واليوم بقى ده يوم نقط الموافق اليوم نقط وعلى من يرغب في الاشتراك سداد مئة جنيه واحضار موافقة وليه الامر علما بان اخر موعد لتزديد الرسوم لدى مشرفة الرحلات يوم الاربعاء القادم وتكتب تحت مدير المدرسة خلاص يا سايدنا تمام يبقى انا كده عملت الاعلان دي طريقة الاعلان يبقى انا بكتب اعلان بتيجي تكتب في النص اعلان وتقول لي تعلن مدرسة كذا وتقول لي يا بتعلن عن ايه وبيين لي السبب من الاعلان ايه يعني هم طالعين الرحلة دي ليه من دماغك طب انا بعرف هم طالعين من اين هو متدالك فوق وتقول لي اليوم طالعين اليوم نقط الموافق اليوم نقط واللي عايز يسجل في الرحلة دي يتوجه ليه الاخصائي او يتوجه لمسؤول الرحلات ماهو انا طبيعيا انا موافق انا موافق على الرحلة اعمل ايه فلازم يكون فيه ارشادات فتقول لي الي عايز يروح الرحلة دي على من يرغب التسجيل في هذه الرحلة يذهب الى مسؤول الرحلات مع تمني دوام الصحة والعافية مش لازم تكتب نفس الكلام اللي انا اقول بس خلاص مش لازم تقول لي قيمة الاشتراك مش لازم على من يرغب بالاشتراك من غير ما تقول لي القيمة دي تجويدة من عندنا عايز تكتبها تكتبها مش عايز تكتبها ما تكتبهاش وفي الاخر تكتب لي مدير المدرسة تماما سايدنا ووكيل النشاط دي ممكن تكتبها ممكن ما تكتبهاش مش هتفرق معا المهم هنا قمدت الراجل المسؤول عن المنظومة دي طيب مثال تاني يا استاذنا مثال تاني يا حبيب قلبه استاذنا اكتب اعلانا عن افتتاح معرض الكتاب ماشي اكتب اعلان ده كان جاي في محافظة قبل كده اكتب اعلان عن افتتاح معرض الكتاب حضر انت مديني صفحة بيضة فانا اقوم عامل ايه اقوم اناه رسمها يا قلبي يلا بينا بسم الله يلا بينا ونقوم عاملين كده ونقوم عاملين كده ونختار الخط ونكتب هنا كلمة ايه اعلان اعلان عن ايه عن افتتاح معرض الكتاب او ممكن نكتب اعلان ونسكت هنا نكتب كده العنوان اعلان وتسحب لي خط هنا يفضل انت تسحب لي خط اده مش متسطرة لو مش متسطرة اصحب لي انت خط طيب جميل جدا ونجي من اول السطر هنا دي بداية السطر اه اقوم قيل ايه تعلن لازم ابدأ بتعلن مش هو اعلان اه يبقى تعلن تعلن مين اللي بتعلن مقاليش فوق هو قال لي اعلان عن افتتاح معرض الكتاب حلو مين اللي ممكن يفتتح معرض الكتاب تقول لي مين فكر كده تقول لي المدرسة ممكن ممكن مدرسة تعمل معرض كتاب في المدرسة على فكرة صح ممكن الجامعة تعمل معرض كتاب في الجامعة صح وممكن دار الثقافة عادي جدا يبقى مش شرط حاجة سابتة ممكن اللي يعمل إعلام عن معرض الكتاب مش شرط معرض الكرار الدولي ممكن يبقى معرض الكتاب ده معرض في المدرسة ممكن يبقى معرض في الجامعة في الكلية يعني أهيان كان بقى الجامعة بتضم الكليات إيه وممكن تبقى در الثقافة بقى عاملة تنظيم ومتعدد Booz بتدعو الناس لمعرض الكتاب فأنت سواقها تقول لي تعنن المدرسة تعلن الجامعة تعلن در الثقافة صح معنديش مشكلة أي حاجة ينفع تعمل معرض كتاب مش هنقف على الوحدة على دي عادي يبقى الإجابة هنا مش نموذجية تعلن در الثقافة عن تعلن عن ايه هو ايه اللي لك فوق هو افتتاح معرض الكتاب مش انت قلت يا بتعلن عن ايه قللي الهدف من هذا الاعلان ايه الهدف بهدف زيادة ثقافة الشباب واثر القراءة في حياتهم انا كده قلت لك السبب هي الهدف ده من افتتاح معرض الكتاب ايه هدفه زيادة ثقافة الشباب معرض كتاب بقى واثر الكراءة في حياته الاثر اللي جابي الكراءة في حياته ماشي طب اهم حاجة بقى مش انت قلت لي بتعلن من اللي بتعلن عن ايه والسبب قللي بقى المعلومات السابتة دي قللي الكلام ده يوم ايه موافق ليوم ايه واللي عايز ييجي ده لازم وذلك في يوم نقط الموافق نقط قللي الساعة بقى في تمام الساعة نقط حلو بمحافظة نقط بمنطقة نقط ما انت رايز تقول لي المكان فين ماشي والدعوة عامة لجميع الشباب مهم جدا انت بتوجه الاعلان ده المين بتقولولي في الاخر مهمة ده مش رحلة الرحلة معروفة ان هي مدرسة يبقى الكلام موجه للطلبة انت هنا بتتكلم عن افتتاح معرض كتاب فلازم تقول لي الكلام موجه لمين ففي الاخر ادم دي حاجة معلقاش تذكرت فلوس معلقاش فلوس اعلان على حاجة معرض الكتاب اي حد ينفع احضارها فقول لي في الاخر والدعوة عامة لجميع الشباب طب لكن لو حاجة بفلوس وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه الى الشخص المسؤول او الجهة المسؤولة عن الرحلة الجهة المسؤولة عن الاشتراك بس طب حاجة مجانية الدعوة عامة لجميع الشباب مش معنى الشباب ماشي تمام وهنا بقى تحت الامضة هو مين اللي بيعلن لو انت كنت قلت تعلن المدرسة يبقى قول لي مدير المدرسة طيب تعلن الجامعة رئيس الجامعة طب دار الثقافة مسؤول دار الثقافة فتقول لي هنا كده الامضة بتاعته مسؤول دار الثقافة يبقى انا يا سيدنا كده كتبت اعلان فضل الدنيا تمام واخدت درجتي وزي الفول خلاص اتفقنا اتفقنا طيب يبقى ده الحاجة التانية اللي بتيجي لحضرتك لان ما يجيب لك برقية لان ما يجيب لك أعلان اخر جزئية يقول لك اكتب تويتا التويتا أشبه ما تكون باللافتة والبرقية ايه تويتا تويتا اللي هي زي بوست 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 اكتب تغريدة مش تويتا بيقول لك اكتب تغريدة طيب حلو اكتب تغريدة عن ايه يقول لك كده اكتب تغريدة تغاني فيها الشعب المصري بالذكرى انتصارات اكتوبر المجيد شفت انا كنت بعمل ايه في البرقية بس كنت باكتب الاول اسم المرسل الي ايه والعنوان وتحت اسم المرسل بتكتب المضمون هنا بس انت ما بتجي تكتب بوست على الفيسبوك او بتكتب بوست على اي منص التواصل الاجتماعي بتكتب من كذا كذا الى كذا كذا لا انت بتكتب اللي انت بتقوله على طول اكتب اللي انت بتقوله على طول انت عايز مني ايه انا عايزك تهني الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر الايه المجيد يلا بينا يلا بينا فقوم انا كاتب ايه من نصر الى نصر كل اكتوبر وانتم منتصرون بس أو ممكن أكتب حاجة تاني أهنئكم أو أهنئ خلي بالك أهنئ كتب مش أهنئ لو عتكتب لي أهنئ كده هزعل منك لأن النون مكسورة أدام الحرف اللي قبل الهمزة الأخيرة مكسور يبقى الهمزة تكتب عليها أهنئ تشكيلها ما سماش أهنئ 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 حلو أهنئ الشعب المصري على ذكرة أو أهنئ الشعب المصري بذكرة نصر أكتوبر بذكرة نصر أكتوبر المجيد بس كده خلاص أي جملة فيها تعبير عن الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم ونصر أكتوبر المجيد يبقى أنت كده حضرتك جاوبت على السؤال وأخذت الدركتين بتوعك وبرك الله في مرزك احنا خلصنا التعبير تمام يا سيدنا سواء بقى لطلب تقولها سنوي أو لطلب التانية سنوي هينزل لحضرتك فيديو تاني إن شاء الله بإذن الله خلال اليوم بنشرح لحضرتك نموذج عملي من خلال المحافظات اللي امتحنوا امتحنته شهر أكتوبر يوم الأربع ويوم الخميس اللي فات هجيب لحضرتك بقى شكل محافظتين امتحنوا وقولك تعالى بص الشكل اللي امتحنوا عامل إزاي في المحافظة دي شكل الامتحن في المحافظة دي هتخش إن شاء الله بإذن الله مش هتلاقي حاجة بإذنك يا رب كأفكار خرج بره اللي احنا شرحناه واللي احنا حلناه نلقاكم على خير ودايما موفقين مسددين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم